الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق أول كينث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اللقاء تنوى العدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وصوب التعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول كينث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية مصر حاليا وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الامريكية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اواصل التعاون المشترك في المجال العسكري بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وارساء دعائم الامن والاستقرار بالمنطقة فيما اكد قائد القيادة المركزية الامريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين معربا عن تطلع الولايات المتحدة الامريكية ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة للتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والامريكية حضر اللقاء الفريق احمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الامريكية وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة